اهلا بكم في النشرة الثقافية في ضوء برامج الشراكة والتعاون الدائم بين مساحة الرواق للفنون ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء استضافت مساحة الرواق للفنون ممثلي مركز إثراء لتقديم جلسة تعريفية مفتوحة بهدف تعريف المجتمع الإبداعي على برنامج تحديات تنوين لهذا العام وأهدافه والفرص القيمة التي يحتويها للمصممين والمبدعين هذا وتتيح المسابقة أو مسابقة تحديات تنوين فرصة فريدة لكافة المصممين من مختلف المجالات والتخصصات بهدف مواجهة تحديات واقعية يسعدني اليوم وجودنا في الرواق لتعرف أكثر على مجتمع المصممين والمبدعين في المجتمع البحريني وتقديم إحدى البرامج المميزة التي نقدمها في إثراء له وهي تحديات تنوين وهي عبارة عن تحديات مخصصة ومصممة للمصممين ليتحدون نفسهم ويظهرون بأفكار ومشاريع متنوعة في مجالات مختلفة بإذن الله تنفذ على أرض الواقع وتعرض في تنوين هذه السنة بإذن الله طبعا هي فرصة جدا ممتازة حق المهتمين بمجال التصميم المعماري الجرافيكي أو حتى التصميم الداخلي تحدي نقدر نقول أنه يتيح فرص حق الطاقات الشابة أو الطاقات المبدعة أنه يتسخر هذه المعايير الإبداعية التي عندها في مسابقة تحفز هذه الفئة من الشباب استضاف الواقع الفني وثقافي فولان في جنوب فرنسا المعرض التشكيلي على الأرض لكل من الفنانات التشكيلات الدكتورة سلام الحدي والدكتورة منير السبيعي وإيمان الجار كما وشهد المعرض حضورا واسعا من جمهور ومحبي الفن هذا وتضمن المعرض عدة أعمال فنية منها ثلاثين لوحة من عدة مدارس فنية وست منحوتات بفن الأورغامي المعاصر تعكس جانبا من التجربة الفنية والتشكيلية للمعرأة البحرينية في مجال الفن التشكيلي اختتمت ورش ودورات مسارات الألوان تفاعلات أنظمة وتطبيقات استخدام الألوان في الفن والتصميم والتي تقدم بشكل دوري في مساحة الرواق الفنية وتوفر فرصة تدريبية وتعليمية للفنانين والمصممين والمبدعين من مختلف المسارات والمستويات هذا ويكتسب من خلالها المشاركون المعرفة حول النظريات الألوان والتطبيقات المرتبطة بالتفاعلات الألوان وعلم النفس وخصائص الألوان الفيزيائية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أطلق المركز الثقافي الكوري وسفارة جمهورية كوريا النسخة الثامنة من مهرجان الأفلام الكورية 2024 في إمارتي أبوظبي ودبي وتستمر أعمال المهرجان على مدار الشهر الجاري كما يتيح الفرصة لعشاق السينما للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأفلام الكورية في المجمعات التجارية هذا ويستكشف المهرجان هذا العام موضوع الحرية من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام تعرض قصصا منوعة من حقب زمنية مختلفة ملبية لجميع الأذواق والأعمار ويضم المهرجان ثمان أفلام كورية متنوعة مختارة من أفلام الفنتازيا والكوميديا والدراما التاريخية والغموض والموسيقى والأفلام المستقلة أما في المملكة العربية السعودية اختتم مؤخرا ملتقى الدمام المسرحي الخامس للموندراما والديو دراما في دورته الخامسة وقد تضمن الملتقى مسابقة للنصوص المسرحية وورشة تربي عن كتابة نص الموندراما والديو دراما ولقاءات حوارية عن المهرجانات المسرحية المزيد من التفاصيل في التقرير التالي الموندراما كلمة يونانية الأصل وهي شكل من أشكال الفن المسرحي الذي يقوم على ممثل واحد فقط أما الديو دراما فهي من الفنون الديو درامية وهذا النوع من المسرح يعتمد على شخصيتين من هنا بمسرح كواليس التابع لجمعية الثقافة والفنون بمدينة الدمام يأتي ملتقى الدمام المسرحي للموندراما والديو دراما في دورته الخامسة بعروض مسرحية من مختلف المناطق يستعرض الملتقى مسرحيات من تأليف وإخراج وتمثيل سعودي كما يضم الملتقى عددا من الندوات التطبيقية واللقاءات وورش العمل التدريبية قدم الملتقى خلال الدورات السابقة 156 عرضا مسرحيا من مختلف مناطق المملكة أصدر مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسسكو العدد الأول من مجلة إسسكو العلمية المحكمة لللغة العربية عالم وأوضحت المنظمة أن أصدار المجلة يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة مكانة لغة الضاد وحضورها في مجتمعات دولها الأعضاء وغيرها الناطقة بلغات أخرى وتحقيق تراكم علمي خصب ودعم البحوث التخصصية رصينة وتحفيز التعاون البحثي وأشارت إلى أنها تسعى أن تكون هذه المجلة منارة جديدة للمتخصصين في اللغة العربية وأدابها وعلومها ووجهة علمية للباحثين في العالم الإسلامي وخارجه تصلهم ببحوث متميزة تنظيرا وتطبيقا ترجمة نانسي قنقر